اشتركوا في القناة ايه اللي ممكن يدفع أب لقتل أبنائه ثم الانتحار لو مهتم انك تعرف الإجابة سيبك من برامج التوكشو وسائل التواصل الاجتماعي ويفتح ده على الآية رقم 155 من سورة البكرة قال الله تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولا نبلونكم أيها المؤمنون بشيء يسير من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين والابتلاء معناه في اللغة الاختبار والانتحان ويكون الابتلاء بالشر والخير قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة والابتلاء في حد ذاته ليس شرا ولكن الشر أن تسقط في الابتلاء فنحن أمام الابتلاء كالطلبة أمام الامتحان هو شر فقط لمن فشل في اكتيازه أما من صبر على مشقة الابتلاء واحتسب الأجر والثوب عند الله فبالتأكيد هو له خير الابتلاء سنة الله في هذا الكون ولا بد للعبد أن يمتحن فلماذا نبتلى؟ لأن الناس ما داموا في عافية مستورون فإذا نزل بهم البلاء تمايزوا إلى طيب وخبيث صابر وجازع وبالابتلاء يكفر الله الخطايا والسيئات ويرفع بها الدرجات في الدنيا والآخرة وكما أن الابتلاء خير للمؤمن إذا صبر واحتسب فهو خير أيضا لغيره من الكفار إذا شاهدوا ما عليه المؤمنين من ثبات في وجه الابتلاءات والمحنة وهناك أيضا فائدة عظيمة للابتلاء وهو تنقية صفوف المسلمين من المنافقين وبعض المستفيدين من الإسلام ومن رحمة الله بالمؤمنين أن أخبرهم بوقوع الابتلاء قبل وقوعه لتتهيأ النفوس لاستقبال البلاء بالصبر والاحتساب والدنيا دار بلاء للجميع حتى الأنبياء عليهم السلام يبتلون وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له والمؤمن كالذهب الخام إذا أردنا أن ننقيه من الشوائب لا بد أن يصهر بالنار فيصير ذهبا صافيا أولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع بشيء يسير من الخوف والجوع لأن الله عز وجل لو ابتلاهم بالخوف والجوع لهلكوا والابتلاي يكون للتمحيص لا للفناء والهلاك نعم ابتلى الله عز وجل المؤمنين بشيء من الخوف كما حدث في غزوة الأحزاب وشيء من الجوع فحوصروا وتمت مقاطعة المسلمين لمدة ثلاث سنوات في شعب أبي طالب لدرجة أنهم كانوا يقتيتون على ورق الشجر وجرود الحيوانات ولماذا قدم الله عز وجل الخوف على غيره من الابتلاءات لأن الأمن والآمان نعمة لا يدركها إلا من فقدها فما أفسح الدنيا بالأمن والأمان وما أضيقها بضيع الأمن والأمان بشيء من الخوف فمن تملكه الخوف لا يستطيع أن يتحرك يمينا أو يسارا ومن رحمة الله تعالى بنا أننا نخاف ثم ننسى فنستطيع أن نعيش وأن نعبود الله سبحانه وتعالى أما معنى الجوع فهو القحت والحاجة الشديدة إلى الطعام ومن رحمة الله تعالى بنا أن هيأ لنا في أجسامنا مصادر للغزاء من شحوم ودهون ولحوم فاللهم لك الحمد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يقول قائل هناك من فنى من شدة الخوف والجوع من المؤمنين فكيف يتفق هذا مع الآية الكريمة بشيء من الخوف والجوع نعم هو شيء قليل إذا قرنته بالثواب العظيم على الصبر والاحتساب ونقص من الأموال بالخسارة والتلف والضياع والاستيلاء والسرقة وغيرها والأنفس بالموت والشهادة والأمراض والثمرات بالتلف والفساد والآفات كالحشرات والجراد وحتى لو فقد الإنسان كل ما يملك وكل ثروته فإنما فقده قليل بالنسبة للثواب الذي سوف يحصل عليه إذا صبر واحتسب وحمد الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة بالتأكيد علينا أن ندفع البلاء قدر استطاعتنا بالأسباب الأرضية والأسباب السماوية فنشمر عن سواعدنا ونطلب جميع الأسباب الدنيوية ونكتهد ولا نغفل عن الأسباب السماوية فنتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء قال ابن القيم أن الدعاء هو عدو البلاء والاستغفار والصدقة وتفريج الكروب والإحسان إلى الآخرين فإن وقع البلاء بعد ذلك فلا سبيل لنا إلا الصبر والرضا والاحتساب والحمد وقد يتساءل أحدنا ويقول كيف أحمد الله على البلاء وهو نقمة الابتلاو إن كان في الظاهر نقمة لكنه في الحقيقة نعمة تستحق الحمد والشكر فنحمد الله عز وجل أن البلاء لم يكن في ديننا بل كان في متاع من متاع الدنيا الزائل ونحمد الله عز وجل أن هذا البلاء لم يكن أعظم ونحمد الله عز وجل أن أعاننا على الصبر على هذا البلاء وبشر الصابرين بماذا؟ المبشر به محذوف لا ندري ما هو هل هو الجنة أو ما هو أعظم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريد فالموفق والحكيم من حول البلاء إلى معارج ترفعه في عنان السماء فاصبر لكل مصيبة وتجلد وأعلم بأن المرأة غير مخلد فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر